زمن اتغيرت فيه طرق التعبير عن المشاعر مشاعرنا العادية بطريقة غير مسبوقة وكلكم بتشتكوا منها الطريقة دي خلتنا نستبدل الزيارة الحلوة اللي كنا بنزور بيها بعض الودودة المكالمة الجميلة اللي قالوه بسأل عليك وبتطمن عليك لمجرد تاكست او رسالة او حاجة اي حاجة كده اوصل رسالة وخلاص فلا بقى فيه مشاعر بتوصل ولا فيه ود واصل ولا فيه محبة علم السوشال ميديا ده عمل شوية تباعد بين المسافات ممكن نكون بسرعة بديوصل لبعض بس من غير المشاعر والود اللي كان ما بيننا وما بين بعض والمجهود والافكار كمان يعني خلت ما بقاش فيه بقت بهتة اكتر ما بقاش فيه العلاقات الانسانية الحقيقية الحميمة جي مكانها بقى علاقات لها اقاع مختلف واحيانا الناس بتبقى حتى عصبية لانه انا لا سمعك ولا شايفك ولا حاسس بيك فممكن يبقى فيه اختلافات تفاصيل كتيرة جدا خلت الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن انه يلقط فكرة ويكتب الكتاب بتاعه بالاسم ده اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل مدينة المليار رأي مليار رأي يمكن العنوان بليغ علشان الاراء كتيرة جدا دوشة وهيسة هو بيحلل بشكل عميق تفاصيل حياتنا في عالم ما بعد السوشيال ميديا ايه اللي حصل لنا وايه اللي بيحصل الصورة اللي شفتوها دي صورة الغلاف للكتاب اللي كان موجود في معرض الكتاب وده يمكن الكتاب بعد كتابه الاولاني الكتاب صفر اسمحولي ارحب بكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم والموقع ده تحديدا على فكرة من المواقع المهنية المحترمة والدقيقة مساء الخير المليار رأي ده جمعتهم ازاي بوسيا السيدة شافكي هو اولا بس تعديل بسيط هو كتاب التالت لان الكتاب التاني كان اسمه فلسفة البلوك وكان بتكلم برضو عن البلوك عن ازاي الناس فانتواخد السوشيال ميديا وكل اللي بتعمله فينا هو الصحافة فرضت علينا ان احنا يعني وجودنا في العالم الصحفي الصحافة طول وقت بتخليها نرائب الشارع وبنلاقي بتوجهات الناس لكن كمان احنا كلنا يعني السوشيال ميديا ده تغيرت كل حاجة اكيد احنا كنا صحفيين ما كناش نتوقع ان احنا وحنا لسه بنكتب الخبر نلاقي الناس بتتداولوا وبدون تحقق وان احنا بقدرنا نفي الاشعاعات مش بس نشر الاخبار الصحيحة من كتر اللي بيحصل في السوشيال ميديا فانا حاولت في الكتاب ده ان انا اعمق البحث اللي انا عملته بانه الموضوع بس مش مرتبط بانه الناس مش عارفها تتعامل ازاي مع السوشيال ميديا وحاجات كتيرة بقى من غرف حياتنا لا هي في مجموعة من زي ما انا وصفتها الامراض الرقمية تشوهات نفسية واجتماعية كانت يعني موجودة في المجتمع بس السوشيال ميديا زودها خلى الناس من كتر ما هي زي ما حالك قلت في المقدمة كده عندهم سهولة في التعامل مع مع الالة مع يعني الموبايل والوصول لبعض خلى الناس يعني تصرف يقول ان مصاب الادمان الرقم